السلام عليكم تبعاً لتعليمات صاحب الجلالة نصره الله وتضامن مع الأسر في هذه الجائحة كوفيد ديزنف ومن بعد ما استفدوا مجموعة من الأسر اللي كي توفروا على بطاقة الرميد جاءت دور على الأسر اللي تضروا كذلك بسبب هذه الجائحة وما بقاش عندهم مدخول مادي واللي هما ما بقيدينش في الرميد أو انتهت صلاحية بطاقة الرميد الخاصة بهم في 31 ديجمبر 2019 أو ما عندهمش لاس نسف حتى هما غيستفدوا من الدعم المخصص لهذه الجائحة يعني 800 درهم للأسر اللي كتوفر على فردين و1000 درهم للأسر المتكونة من 3 إلى 4 أفراد و1120 درهم للأسر اللي كيتعدى لعدد ديالهم أربعة الأشخاص فما عليك الآن إلا تدخل الموقع www.tadamoncovid.ma بالمجان وخا ما عندكش لانترنت فراه فابور وتعمر مجموعة من المعلومات اللي غيطلبها لك واللي كيعمر هاد المعلومات هو رب الأسرة أو المعيد دياله يعني تبعني دابا أخي الكريم باش تشوف المعلومات فين غادي تحطهم وما يوقع لكش تشي خطأ طريقة تسجيل الموقع هو هدا هنا كنجي وكندخله البطاقة الوطنية وهنا الاسم العائلي ديالنا بالفرنسية وهنا الاسم العائلي ديالنا كذلك باللغة العربية هنا كنحدده ذكر ولا أنت وهنا كنحدده تاريخ الازديات ديالنا مثلا 12 شهر عشرة 1975 هنا عدد أفراد الأسرة وكندخله رأسنا مثلا عندك جيج ديال الدراري والمادام يعني جيج ديال الدراري والمادام وأنت ربعات الأشخاص وهنا رقم التعريف البنكي اللي كيتكون من 24 رقم هنا كنديره العمالة أو الإقليم وهنا كذلك الجماعة أو المقاطعة وهنا الملحقة الإدارية الخاصة بنا وهنا كنديره العنوان الشخصي ديالنا يعني العنوان الحالي وخاء يكون اختلاف بين العنوان الحالي أو العنوان اللي في البطاقة الوطنية هنا كندير العنوان الحالي اللي سكن فيه دابا هنا كنديره نوع النشاط مياويم يعني كتخدمه نهار بنهاره أو هنا عمل آخر غير مصرح به هنا كنختاره قطاع النشاط الخاص بنا هنا كنختاره لمهنة وهنا كنختاره تاريخ الإعفاء يعني آخر نهار لإقتفاء العمل نختاره مثلا هنا واحد الكود سندخله هنا باش يتحققوا من أن الهاتف شغال وهنا كنكش على هذه أشهدوا بصحة المعلومات هنا كندخله هذا الكود 4-5-6-7 وهنا كنديره تسجيل الطلب ومن بعد الإدارة ما تتحقق من المعلومات اللي صرحتي بها إذا كان عندك شيء غلط في السمية في رقم البطاقة الوطنية أو في تاريخ الإزدياد غيوصلك ميساج يقولوا ليك رك غلطي في هذه الحالة غتعود ترجع للسيد وتسجيل من جديد وتصحح الخطأ ديالك أما إذا كان كل شيء هو هذا غتتوصل برسالة فيها طلب تتدرس وبنفس الطريقة من اللي تتقبل الدوصي كانت توصلك رسالة فيها كيف تخرج الفلوس ديالك المكان والزمان إما عن طريق شبك البنكي أو عن طريق وكالات الأداء في حالة واجهك أي مشكل ما عليك غير تاجه إلى الموقع www.finance.gov.ma وغنذكرك هذا التسجيل تقدر تديره غير منظر عن طريق الحاسوب أو الهاتف النقال وفي حالة ما فهمتش مزيان ما عليك إلا بتصل بالرقم 12-12 وأخيرا أخي ما تنساش هادشي خسك تعمره قبل 16 أبريل 2020 مع الـ 12 الليل